السلام عليكم عليكم السلام حج سعد عامل ايه شوانك عامل ايه الحمد لله الحمد لله بقول لك حج سعد ابن تكلم النهاردة ان علماء الامامية قالوا اني لابد من النص الجلي على الامامة اوجبوا على انفسهم ذلك كالشرف الرضي والمفيد وغيرهما فهل يوجد نص جلي على امامة امير المؤمنين سلام الله عليهم والله يا رامي اكو بالقرآن مذكوره انما نريدنا منه على الذين استضعفوا انما نريدوا ان يمنا على الذين استضعفوا ونجعلهم امتا ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الارض الاية دي الاية رقم اربعة في سورة القصص ما لهذه الاية بني اسرائيل مو هاي مو الشسمات اهل البيت مستضعفين من عدكم فالله سبحانه وتعالى هو من عليهم ولا يعرف في الولاية إلا العقل سليم يا أخ ما احترام الله أمر هذي موسيب يعني الآية ديت هباينها دلوقتي وأشرحها ديت الدليل على إمامة أهل البيت إنهما كانوا مستضعفين في الأرض خلاص والصحابة اللي كانوا مستضعفين في مكة دول أئمة معصومين وبلال ما كان يضع الحجر على صدره وخباب ما كان يعذب والصحابة اللي كانوا بيعذبوا دول أئمة معصومين عما حج ساعدهما كمان يا أخرامي بس خلني بقى أشرح الآية حج ساعد بقى خلها تطلعون من هدومنا حج ساعد الله سبحانه وتعالى لهذه الآية تتكلم عن بني إسرائيل الله قال إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح بناءهم ويستحي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمنى على الذين استضعفوا بقى اللي هو كان فرعون بيستضعفهم اهو يستضعف طائفة منهم وبعدين ونريد أن نمنى على الذين استضعفوا يا حج ساعد ليه دمق ضعيف كده يا حج ساعد بتجيبوا الآيات اللي في بني إسرائيل تثبتوها في الإمامة يا حج ساعد توب إلى الله إني لك ناصح أمين والله هذه الآية بتتكلم عن استضعف بني إسرائيل وربنا مكن ليهم ونريد أن نمنى على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري يا فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون فرعون وهامان هيشوفوا من الآئمة ما كانوا يحذرون يا عمي ساعد يا ريتك ما اتصلت ليه حج ساعد عملت في نفسك كده شيخ رامي حياك الله لا بس لا أسد التليفون ولا تكتم أنا معاك يا حج ساعد بس الآية دي فين في الآئمة هنا بني إسرائيلي حج ساعد بس لا شوف شيخ رامي ملبرحة أنا منتها بعت البث المباشر انت قاطع علي الصوت يا حج ساعد أنا لازم أوضح للناس إن كنت بكتع عليك أنا أوضح للناس أنا خلاص تكلمته الآياب تتكلم في بني إسرائيل وين اللي جبع إمتك هنا نحن أهم نوضح يا خطيني مجالة سأل حج بس لك مهم تحتي وعين تفضل خلينا حج ساعد يعني أسا ما يصير فضل يا حج ساعد ما يصير يقول هيرو يا رب يا إياهو الحاط يقول هيرو خلي حج شوية يا أخي فضل يا حج ساعد بالله عليك تسلم تسلم شيخ أقول لك شيخ أريدك توضح لي أريدك توضح لي بسورة التحريم سورة التحريم أنت توبة إلى الله يعني هذه نزلت في الإمام عرفت ما بيس بكمش لي حج ساعد غيرت الموضوع علشان ترذب لذوجات النبي اللي ربنا تب عليهم فقد صغت كلوبكما أيمالت عن الحق ما كفروش لو كفروا الله قال ولا تمسكوا بعسم الكوافر ما كفروش لكن الكافرة هي اللي كانت بتنط كل يوم عند واحد زي ما يتزين ديك أحمد سلمان بيقول اللي هي نرجس بيقول كانت بترذب إلى بيوت العلويين كل يوم بتهرب فمتخش عند رجالة العلويين بتعمل ايه بالله عليك سيبنا بقى من موضوع زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونرجع الآية اللي انت استدلت بها يا حج ساعد عشان يسيبك تاخد راحتك بتتكلم عن بني إسرائيل فين الأئمة يا حج ساعد بتكذب ليه فين الأئمة فضل لا شكنا الشيخ لا شمح لي شمح لي تخو ما غافل عليه الصوت ليه بتغير الموضوع يا حج ساعد اللي الدرغان ديناك ضعيف بس يا أخي طينا مجال انت لا تحشي عبالك قاعد بسوك طينا مجال خلحشي لا تغفر علي الصوت جاية تسمعني اتفضل بس ما تغيرش الموضوع يا أخرامي أنا انت سبب وتقول وياك الحق أنا اريد وياك الحق انت وياك الحق أنا جوز ارتهتدي على ايدك طينا مجال يا أخي هاي ما لسورة التحريم سورة التحريم سورة التحريم انت توبى إلى الله فقد صغت قلوبكما وانت ظاهر عليه فإن الله اقرأ لي الآية اقرأ لي الآية لا لا اقرأ يا حج ساعد اقرأها عددت ستين سنة ومش عارف تقرأها يا حج ساعد عددت ستين سنة ولا حبا مش عارف تقرأ الآية وجاي بالآية بتستدلي بها مش عارف تقرأها يا حج ساعد اقرأ الآية يا حج سعد اقرأ الآية اللي جاي تستدلي قلوبكما قلوبكما يا حج سعد ما تعلمتوش لأنه قلوبكم مليئة بالحقد على عرض محمد صلى الله عليه وسلم تمست هذه القلوب عن قراءة القرآن تمست هذه الأعين ترى الآية بس ما تعرفش تقرأها وتراها بالتشكيل المصحف مشكل أمامك هو بالتشكيل لكن يبص برضو ما يعرفش حتى لو عنده مليون سنة خلاص قلوب قاسية ملئت بالحقد على صحابة النبي ملئت بالحقد على زوجات النبي التي قال عنهم وأزواج أمهاتهم ملئت بالحقد على أزواج النبي صلى الله عليه وقال الذين قال عنهم النبي الذين قال عنهم لا يا النساء نبي لا استونك أحدا من النساء الطيبات والطيبات ملئت بالحقد اقرأ الآية لا أسد التلفون لا أسد التلفون لا أسد التلفون التلفون لا أسد اقرأ الآية التوية هي تسمعني في اقرأي اقرأ الآية يا حج سعد اقرأ الآية يا حج سعد أغرع لك الآية لش ما أغرع لك الآية؟ يلا يا حجي ساعد لحظة شيخ رامي لحظة اسمعني بارك الله خلّ أغرع لك الآية لحظة هي الآية من البداية خطأ 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 يا حجي ساعد قلوب قلوبكما فضل هسنت مو جاي الصحيح لي لا الصحيح لك يا حجي ساعد انت مبتكراش قسة اه اا قسة ا اه نرجس وبيش ولأ انت بتكرأ من الكرآن يا حدي ساعدي لازم اصحح لك مع ليش لأ اصححليك لأ انت مش اطلاق حد يصحح لك لأي لإن مفيش معمامين بيحفظوا الكرآن يلا كراها تاني اكراها تاني حدي ساعدي لا لا انت اقراها انت Alexander-لا لا انا مش اقراها يا حدي ساعدي انت راجل عندك فوق ستين سنة انت موحظ لي تقراها اقرا انت Psalmixolanitettett are a Christian لا لا اقرأها وانت تتعلق عنها لا شاء الله معلّك ريادي حضرتك بتتعلق لبرشلونة وريال مدريد حضرتك اقرأ الآية حجي ساعد ما تحصبنيش بالله عليك اقرأ الآية يا إخرامي انت قراها لا لا انت قراها حجي ساعد انت قراها لماذا انت ما تقراها تخاف؟ او اخاف اقراها انت كلوبكما اقرأ يلا صحح يا إخرامي اقراها وانا اشكل عليك اقرأها وانا اشكل عليك لا اقرأها انت يا حجي ساعد يلا الآية انا من احافظها بس اغراء لك جزء من عجي لأ منت طلعتان من المصحف يا حجي ساعد منت طلعتان دلوقتي من المصحف ما لكن المصحف مو يمن يقول الآية تقول عسى الله ان يطلقكن فيبدو له زواج خيرا مفيش اي في القرآن كده يا حجي ساعد خلينا بقى اشكل عليه علشان ارد عليك حاجسة عشان وقت الحلقة. لا يا شيخ رامي. اشكل عليه في الاية. ايه؟ عسى الله ان يطلق كن فيبدل ازواج خيرا من كن. عسى ربوه ان طلق كن ان يبدله ازواجا خيرا من كن. فهل ليش لأن نبي الله نوح ليش ما طلق زوجته يبلي الأم لا لا يا حبيبي تعالى تعالى نوح ولوت يبلي الأم ماتوا في حياة نوح ولوت وكانوا عبرة لكن زوجة محمد مات محمد صلى الله عليه وسلم ما بين سحرها ونحرها وفي غرفتها ومات عندها وأمرها الله بتبليغ الكرآن والسنة قال واذكرنا ما يطل في بيوتكنا من آيات الله والحكمة ولم يأمر زوجتها نوح أولوت بتبليغ الكرآن والسنة وبعدين قال وأزواجه أمهاتهم ولم يقل على أي زوجة سواء مؤمنة أو كافرة من أزواج الأنبياء السابقين لم يقل على أي زوجة أنها أم للمؤمنين قال النبي أولى ابن أولينا منفسهم وأزواجه أمهاتهم لم يقل ذلك على أي نبي من الأنبياء من قبل على زوجة نبي من الأنبياء بل أمرهم بتبليغ الكرآن والسنة أيضا واذكرنا ما يطل في بيوتكنا من آيات الله والحكمة بل قلستنك أحد من النساء يا حج سعد شيل الحقد اللي في قلبك ده علشان كده انت جاهل بكتاب الله لا عارف تقرأ كتاب الله ولا تعرفوا شيء فقط عاملين زي النصارة بتاخدوا الأجزاء اللي انتوا تشكلوا بها على المسلمين ولا تعرفون تقرأوا كما أن القصاوسة ما بيجوا يشكلوا علينا من القرآن لا يعرفون قراءة القرآن انت لم تتعلم القرآن ولم تقترب من القرآن انت توبى إلى الله فقد صغت قلوبكما انت رجع اي حفصة وعائشة إلى الله فقد وجد منكما ما يوجب التوبة لبقى حيث ملت قلوبهما إلى محبة ما كرهه النبي صلى الله عليه وسلم فتابوا إلى الله تبارك وتعالى تابوا إلى الله وربنا قال ولا تمسكوا بعصم الكوافر فالنبي بخلاف الانبياء السابقين ان كان في نبي زغته كافرة لكن في شريعة محمد ولا تمسكوا بعصم الكوافر عرفت حج سعد ممكن تقرأ لي الآية بقى دي تانية بلاش دي ممكن تقرأ لي أي آية من القرآن الكريم يا حج سعد ليش ما أقرأ عليك شيخ لا لا اتفضل اقرأ يا حج سعد كل يوم بتخش تتعن في عرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنا أقول يا عم ده في سن أبويا الله يرحمه خليك معاه واحدة واحدة أرفق بواحدة واحدة لكن المرة دي كان لازم يكون في شدة معاك يا سعد عشان تراجع نفسك تاني عشان تعرف ان انت لا تعرف شيء من القرآن ولا تعرف تفسير في القرآن عسى ربو انطلقا كننه أن يطلقهم النبي صلى الله عليه وسلم هل طلقهم النبي صلى الله عليه وسلم وأبداله بخار من هنا لم يطلقهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بل أمرهم الله بتبلغ القرآن والسنة إمامك الثاني عشر هارب جبان خائف ونساء النبي بيبلغوا القرآن والسنة روح يا عم عوظ بالله من هذا الدين القائم على التعن في عرض محمد صلى الله عليه وآله وسلم لكن الحمد لله رديت عليه وما سبت لكش مجال وبينت للناس هو يوصل للستين سنة ولا يعرف شيء في القرآن ولا يعرف كراءة القرآن فقد يحفظ أشياء يحاول التعن فيها أو يلمز في عرض النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان معكم الرافدي الحج سعد من العراق أيها الحبيب عشان تدعمنا والقناة متأفشي تسوي إعجاب وشارك الفيديو في أكثر من جروب ولا تنسى تفعيل الجرس كي يصل لك كل ما هو جديد